أنا أروح لك بأهمية المباراة كابتن فريق سراميكا من الفرق المحترم جدا جدا نفس البطولة دي السنة اللي فاتت الفوز بصعوبة وحضركم كنت موجود في الدقايق الأخيرة من المباراة وفي الوقت اللي بدلت ضائع من المباراة الأهلي البعض يقولون أنه أجهز لعب مباراتين أمام جورماهيا لعب نهاء السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك وبالتالي حالته الجهزية تكون أفضل من سراميكا ده نظريا سراميكا لعب مباراة ودية واحدة أمام نادي الوحدة الإماراتي وخسر واحد صفر بالإضافة هنتكلمة كابتن محسن بعد شوية على التغييرات اللي موجودة لعبة الراحرة واللعبة الانضامة فضل لك كابتن خير حقيقة كابتن أن أي مباراة بيأخذ النادي الأهلي هي مباراة صعبة في بداية صح إلى أن يسيطر النادي الأهلي ويبتدي يشتغل شغله ويبتدي يشتغل على مفاتيح لعبه وعلى أدواته اللي هو الملعب فأمورها تبقى سهلة بعد جد إنما في كل المباراة وكل الأحداث أن كل المباراة كل اللي بيلاعب النادي الأهلي فهو يبقى بيحط مية في المية من مجهوده ومشأة طبيعيه والتفكيره كمدير فني وكلعيبة كأي حد بيقابل النادي الأهلي فهو بالتالي أنه بيدور على مية في المية طول الوقت بيبدأ لأنه كل اللي بيلاعب النادي الأهلي حتى اللي بيضغط على النادي الأهلي من أول الجيم فده ضغطه أهمي يرجع تاني ياخد الحتة الدفعية السيطرة والدفعية أنه بالقدر إيّ مقدر اللي أقدر أسيطر على مفاتيح النادي الأهلي فدي مباراة بتبقى واضحة كل المباراة اللي إحنا لعبناها في كل السنين في كل الأجهال أن انت متيديش النادي الأهلي أو ربع ساعة في الجيم قال النادي الأهلي لو دخل في الجيم أو ربع ساعة وسيطر كل المواقف اللي النادي الأهلي بي小意思ب للسحواز ده أي فرقة ده خطرة مش صحيح ان النادي يسير الاستحواز الا في الفترات معينة وبيبقى بمزاجك مش بمزاجك خاص فانت لازم تبقى من البداية ما عندكش اي فرقة تديها السيطرة تديها الاستحواز وتديها ان انت تنزل تحت الكورة والفترات طويلة والمساحات كبيرة كل الكلام ده بيدي الفرقة اللي بتلعبك اريحية في اللعب بياخد نفسه انت ما يفعش وانت تلعب النادي قالي تاخد نفسه لازم تضغط على طول غطب ما تفتح البين لان انت كل ما الجيمي بيطول كل ما المشاكل هتظهر كل ما الصاربع هتظهر انما انت لازم تخلص الجيمي البداية لازم ان انت ليه الاهلي بخلص الجيمي البداية وده سؤال مهم انت عندك افضل لعيبة في مصر تاخد ما شاء الله كل البطولات لكن في احيانا كتير كبتخاد لان انت كنت في موقع المسئولية فبسألك السؤال ده اين اللي بيحصل احيانا بتضيع مننا البداية ده سؤال مشترك كمان يا كبتخاد مثلا احيانا بتضيع مننا البداية احيانا ممكن ندخل مرمونا هدف وبالتالي في نوع من انواع الشد والضغط العصبي ازاي ده كبتخال عدد المبارات اللي بيلعب النادي الاهلي كتير جدا بس لسه في بداية الموسم دلوقتي لا مش دلاتة بكلم عن كده تسألني على ما قبل مش بكلم راجع عددتي عدد المبارات اللي كان بيلعب النادي الاهلي هي كتير جدا مش هتقدر ان انت كل المبارات تخش بنفس القوة وبنفس الجهازين ان انت دولر تاخد كل المبارات الجيم من دولة فانت في اوقات ظروف الملعب نفسه ظروف الجيم ظروف الفرقة نفسها في اوقات انت تبقى تطالع من مباراتين تلاتة وربعة مش قادر تعمل ضغط بتاعت من اول الجيم مش قادر ان انت تعمل البريس المفروض يتعمل من من الستة من التمنتاشر من اي تلت من جهة الملعب انت تشارع علي فبيبقى ساعات الجهازين البدنية مش كاملة مية في مية في حالة ارهاق مثلا في ساعات اللعيبة اللي موجودين في دلوقتي في التلت اللجوم مش هما اللي بيقدر يعملوا ليه بيخرجوا برا تركيزهم ليه وده السؤال لا لا التغيرات في التشكيل يعني انت ساعات بتلعب بمجموعة بيبقى درجة الضغط بتاعها في التلت اللجوم مش هي هي نفس الدرجة بتاعت اللعبة المختلفة تتعارب كل اللعيب بيبقى ليه عنده مصفات وليه عنده امور من شارع فده بيخلي ساعات النادل اهلي غزونا عنه بينزل السحواز بس يتعاد بالطول وسعاد يبقى فترة طويلة جدا فده يمكن حتى حصلت في المرات الأخيرة معنى زي تسبت له السحواز لفترة طويلة وانت أكلت أجهز كان مازل فيه وقت لك أن لازل تغير من اسلوبك ده عش تقدر تأخذ الجيل